قطع كراء السيارات كان ضمن القطاعات لتضررات كتير بسبب تداعيات أزمة كورونا وفي الوقت اللي انخرطت فيه الوكالات بكل الإمكانيات لمساعدة السلطات من خلال توفير سيارات بالمجان وتوزيع المساعدات على المحتاجين وجدت نفسها في مشكل كبير مع الأبنك للتعمدات في حقها اقتطاعات مجحفة الشركات اللي بحالنا قد ينظر على الشركات دي الكراء السيارات كان عندهم الحق في واحد تأجيل ديال ثلاثة الأشعر مع إمكانية التمديد في حالة ما بقى هذا الوباء هذا واللي غادي يكون تأثير دياله احنا علينا كتر من ثلاثة وكتر من ستة وكتر من عشرات الأشعر بالنسبة لشركات ديال لوكاسون غادي يكون كتر من عشرات الأشعر حتى العام غادي يمشي حتى العام تأثير دياله لأنه باش يرجعوا السياح وباش تحرك الحركة عندنا سواء السياح الداخلية أو الخارجية راه خصنا واحد العام على الأقل عد باش نقدروا رجعوا الـ 51% من النشاط اللي كان عندنا قبل الأول مرزير صاحب جلالة كانت واضحة الدفوعات التأجيل دياله كان على ثلاثة الأشعر بدون غرامات بدون فوائد ديالتأخير بدون فوائد ديالتأجيل فإذا بناتر تطمو مع بعض البعض من قلوس كل شيء لأن بعض الشركات ديال السلف التزمت بهذا الأمر بعض الشركات التجأت لطرق غير قانونية وغير مواطنة الأهم من هذا هو أنها غير مواطنة في هذا الوقت بالضبط هذا الوقت الذي نقلس في ديورنا حاليا ملتز من الحجر الصحي وملتز من في ديورنا وقلس من أحدا ولداتنا ونخرج إلا للضرورة القصوى فهذه الشركة تتصل بنا يومياً كي نمشي ونخلص لها هذه الأقصات وإذا نريد التأخير فرضو علينا أن نسنعوا معهم واحد الكنترالي فيها أن نخصنا نخلصوا غرامات ديالتأخير ولا غرامات ديالتأجيل ولا ديفريدو دوسي ولا ما عرفنا شنا هما التصرفات اللامهنية واللامس أولى لمؤسسات القرود والبنوك التي تعاكس التوجهات القبرى للبلاد وتعاكس التوجهات السامية لجلالة الملك ولجنة ليقدر الاقتصادية والاجتماعية وتقوم بمراسلات لمؤسساتنا في جميع بقاع المغرب من طنجة إلى القويرة تهيئ لهم مجموعة من الوثائق لإمضائها وفي طياتها مجموعة من الأمور التي هي غير واضحة ولا تعجب القطاع ولا تعجب المنتمين إلى القطاع لهذا نطالب السلطات المختصة من وزارة المالية وبنك المغرب وصندوق الضمان المركزي الذي يقوم بدور كبير من أجل استقرار الاقتصاد البلاد نحن في منازلنا نحترم الحالة الطوارئ الصحية ولكن ندين هذه التصرفات التي تذهب عنا التركيز من أجل مستقبل هذا القطاع نحن في الدولة أعطيتنا ثلاث شهور إذن ثلاث شهور لا تقوم بدوره معنا نهائيا لا تقوم بدوره معنا تتحيد الثلاث شهور ويتحيد المرض ويتحيد الشيء وإن شاء الله سيكونوا الحلول لكي يكونوا كلنا مصدعين عباد الله بحال هناك كي نوريك أنا الواطح بحال هناك بحال هناك نوريك في الكاميرا لكي يشوف شوفوا عباد الله لكي يقلبوا كل نهار يسيطون لك كل نهار يسيطون لك لكي يسيطون لك واذا الدولة أعطيتنا ثلاث شهور من هذه الثلاث شهور سنحلو معكم مشاكين دعونا بنادهم مرتاح ودعونا بنادهم ضرب مع مرضو وضرب مع كوفيد وضرب مع أولادهم بنادهم في الخلعاب وحدهم لا يسيطون أكثر من الجنوب أمي صاشق المصري من الجنوب نحن كمعيات وفيدراليات ونقابات ونحن من قبل الدرسل الحمد لله كل شيء يضع ونقول للإخوان والله يحبب الوالدين لا يجعلوا هذا شيء عادئ قال تدوز هل تلت شهور إن شاء الله ونطلبوا من الله شفاء لجميع المسلمين ونطلبوا من الله يحيد علينا هذه الدولة لا يسيطون لهم لم يرى أن تتواحد من جهتها فهمتك أول حاجة ضعيفة أنا صوانس كانت طالب أقل الحاجة وكانت طالب أقل الحاجة التي نضع فيها وكانت 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 في المحارة لا يشعر وكانت تمام يجب أن أرى أنه وكانت تحلص وكانت فهمتك هذه أجل كان هناك نيابة أصدقاء جهة العيوم بجدور الساقية الحمراء كان هناك نيابة كاملين مدرين 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 كان هناك نظرها بطير فنباش مدرين بزاف وكان طلبوه هذا النساج يوصل للسلطات باش شوفوا من جهتنا السلام عليكم اخوان معكم صاحب بوكر شكرا السيارات اخوان كناش نسيب نخرج بواحد القرار بلنا اللي تخيط غريب تحبسوا ولكن مع المفاجأة اللي كانت تفاجأوا بي احنا صاحب اللوكاسيون دو فواتير القروض البنكية كل نهاركا تعيد كل نهاركا سيفطول الميساج واشنا اخوان روبوات ولا شنو راح شو ما يتشير اخوان انا ما خلصو تشي العالم واقف انا ما شغير احنا اللي واقفين والمخير فينا صاحب اللوكاسيون ده باتش بتتلقى الغارج عندهم ستوكي مين غادي نخلصوا اليوم اللي يتخيط هادو منين واشنا سيدنا عن العلاء الورغانيزم الكريدي تحبس كل شي غايحبس انا ماشي كل نهاري عايتلك واحد الورغانيزم تعيط لذا سيرو السعيط اتصالات تعيط كراود البيرواتي تعيطو غا بزيف انا ماشي روبوات مين غا نجيبوات الفلوس احنا انا ماشي احنا اللي واقفين را العالم واقف لكن نطلبو الله ان شاء الله يطرف عنا دوابا الخرش ونخدمو على راسنا وذيك السعر ميكون هالخير ولكن حاليا ده برا تتوعد ما يخلص مين هنشي بوات فلوس ملين اتمرأ قالسين حني يالله مكافين مع هاد دوابا اذا الله يجازيكم بالخير يا الاخوار الله يجازيكم بالخير شكي يسو عنا احنا راحنا مغاربة احنا مشيشين مشيقارة اخرى الله يجازيكم بالخير انا معمري اخرش بشي فيديو ولكن اضريت باش اخرش بالفيديو هادا بعدين انطلقت الاجمي بحلول من طرف الحكومة بتوصيات من صاحب جلالة محمد سنسر الله وايداه بمخطط لانقاذ الشركات السورة والمتوسطة المصدررة من كوفيد اه تسعتاش فوجينا اولا بذهاب مؤسسة القروض ضد التيار وضد ما اوصى به صاحب جلالة لحكومته وما اوصوا به عبر بلاغ لجنة اليقظة بتاريخ 21-23-2020 وذلك بتأجيل اقتطاعات لثلاثة اشهر قابلة للتجديد بدون اي شروط او فوائد حيث قامت هذه المؤسسات بالضغط علينا عبر المؤسسات البركية لاقتطاعات من حسابتنا البركية الفارغة وهكذا نلاحظ ان مؤسسات القروض ضربوا بعض الحائط كل القرارات وما جاءت به النصوص القانونية والحلول الحكومية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة